وأكيد سنكون جاهزين مثل العادي اللبناني وينما كان ينجح والشاب اللبناني عم ينجح ومثل ما عامل ساف قدير يوصل صورة لبنان لأحلى المراحل بشكركم كتير تعبتم معنا كتير بهذا الإفانت من أشهر مش من هلا ماريو الحاج ملك جمال لبنان لعام 2024 ألف مبروك على اللقب اليوم شو بدك تقول هيك بعد ما فزت باللقب وعم بتشوف كمان أساف عدي عم بيحقق إنجازات برا أداة بيحملك الشي مسؤولية أهلا وصلا فيكن أول شي هذا اللقب كتير أكيد بيحملني مسؤولية وكان كتير صعب نحصل عليه وفي شغلة مشكلة العالم تعرفة أنه سيف دائما كان حدنا حتى بقلب الإفانت وكان يشجعنا وهو مثالنا الأعلى تقريبا كان يقلنا أنه بيكون تطلعوا بقلب قوي وبشخصية قوية قدام اللجنة وما لازم نتلبك ولازم نعتبر أنه كأنه قاعدين بالبيت لازم نتطلع بالكاميرا بدي شكل كتير طبيعي كرميل ما نبين فيك على دم الناس اليوم كيف عم تحضر حالك لهال كومبتشنز العالمية مستر الانترناشنل مستر الانترناشنل صراحة إن عشرة أيام أخدين اللقاب تقريبا بلشنا أول شي شغلنا المعتادة اللي هو عمل مع الجمعيات وشغلنا لازم نعمله دايما بآخر السنة أكيد في عنا لقاب مثل اللي أخدوا سيف مستر الانترناشنل أو مستر الانترناشنل وأكيد رح نكون جاهزين مثل العادل اللبناني وإن ما كان بينجح الزكاية الاصطناعي اليوم هو عبارة عن برامج جديدة بتطور حياة الإنسان وتبعدنا عن طرق التقليدية سلبياته كتير طبعا لأنه بتقدر تدخل على حياة الإنسان بطريقة خاطئة وتوصل الصورة الخاطئة أما التطور والتكنولوجيا هو شي ضروري بحياتنا طبعا ما بيقدر يتفوق على الإنسان لأنه ولا مرة التلميذي بيقدر يتفوق على أستاذه العادة الزكاية الاصطناعي بيظل اسمه اصطناعي لو قد ما تفوق عليه شكرا كيف تلقات ردود الفعل على السوشيال ميديا على الجواب يلي جوابته أول فترة كانت غريبة شوي لأنه كان في إنسان بالرأي حسب السوشيال ميديا في عالم كتير انتقديت إيجابا في عالم كان نقضى أكتر أنه معجبة في عالم حبيت أول على آخر الجمال أزواء وما نقدر نرضي كل الناس فيه ناس بتحبه ناس لا وأنا بحترم كل العالم اليوم شو بتقول لك كل شاب لبناني ممكن ما بيآمن بهذه الأقلاب للأسف أنه هذا الشي بيشعبنا بالثقافي عنه بيعتبر أنه لقب مستر لبنان هو ما قاله قيمة أما بالعكس نحنا قدرنا نبرهن كنا 15-16 شاب على المسرح وقدرنا نبرهن قداش هاللقب قاله قيمة من خلال على القليل الناس كانت حاضرة جماهية ردية فعل الجمهور خلص لازم نطلع بقى من القصص التقليدية والتفكير القديم الشاب اللبنان عم ينجحوا مثل معامل سيف قدر يوصل صورة لبنان لأحلى المراحل اليوم مراهن على ماريو يلي فاز بلقب مستر لبنان 2024 كمان بتمني له للماريو أنه يقدر ياخد قدوة من سيف وأنه يقدر يتعلم شو الطريق الصحيح يلي يمشي عليه يمشي على الطريق الصحيح لأنه أكيد مو بينقصوا شي اليوم أنه كمان يقدر يوصل يعني اليوم كل الشباب يلي اشتركوا بيقدروا يوصلوا وكل واحد بيقدر يوصل عنده عنده كفاءة معينة أو عنده شي معين بيقدر يوصل فيه بيتمنى للماريو أنه ياخد سيف عبره ويتطلع سيف شو عمل وكيف وصل ويوصل نفس الشي تغل الفرصة لأسألك عن تعليقات إذا بدك بعد حفل ملك جمال لبنان كيف تلقيتها وكيف تبررها أنا السنة تلقيت أول شي الانتقادات كانت كلها لصالحنا ما كان في شي أبدا ضدنا كانت الانتقادات كتير قليلة إذا بدك الانتقادات العاطلة طبعا كانت كتير قليلة لأن الحفل السنة كان من أنجح السنين يلي صارت فيها كمان هيدا شي بيقوينا وبيخلينا أن نشتغل على حالنا أكتر لتكون سنت جاي بعد أفضل من هاي السنة كلمة أخيرة على وان تيفي وام تيفي شو بتقول بشكركم كتير تعبتم معنا كتير بهيدا الإيفانت من أشهر مش من هلا وإن شاء الله دايما نحويل الأحسن